مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي حيث تشلك الرومي ببكون هناك جليج البلدي هذا هو الرومي وهو الرومي حيث نضي ١١ الان يكون جليجات كبار هروفه هذا الجيهة كبار ما هي الميزة اللي فيهم؟ هذا الجيهة اللي من هنا هذه اللي كتكون الفوق يعني هللي كنقطع عليها هذه ما كتدخلش الماء الماء ما كيتسررش كتكون نسدودة اما الجيهة الاخرى كتكون فيها بحرش شكل كارويات هنا اللي كيلسق فيها السيمة يعني كتكون هي من الجيهة الدخلانية احنا هاد الجيهة اللي لنا بها الغارض ماشي جيهة الملسا لاحظوا ان هنايا السمك ديالو ايش كيكون فيه كيكون فيه بحرش شكل ديال الطيم هادا طيمي كيكون طيمي يعني كيكون كيشرب الماء وكيخليه لوحد المدة يعني هادا هادا الطريقة هادية حقا رغي يعني ما ممكنشي فيديويات ولقال هالشي واحد راها مو بتاكارة وبغيت نشارككم اياها عندن الطريقة هي فالثالثة هاد طريقة وهي انك تجيب روبيني ديال الماء انتم ممكن ما كتشوفو وتعمر واحد البانيو وتشد هاد جليجات وتغطصهم وسط هاد هاد المياه ممكن انك تبييتهم قاع ماشي مشكيل المهم انا غنوريكم الطريقة هاد هاد جليج منيك تحطوه الول كيكون سخون عندما راكين في الشمش راه سخون راه ساخن ولكن منيك تحطوه واحد المدة وما تحط يعني بتبييته مثلا في الماء وتحطوه الاراني ديال كيبقى على طول النهار وهو بارد هاد شي هاد ينمشى تشرب هاد الطين هاد ينمشى تشرب الماء كيبقى واحد المدة ديال النهار ولا يومين يعني شي حاجة ما شاء الله اذا الطريقة هيك التالية تخليوه تيشرب مزيان يعني هاد الطين هاد يشرب مزيان اني كتحطوه الارد ولكن هاد البرودة ما كتحييتش على طول النهار ولا يومين ولا حتى ثلثين اني ما كينشفش كيبقى بهاد البرودة هاد اذا الطريقة هيك التالية ما تجيبوش طرفة كبار اني جيبوغي هكا مورصويات عداش باش الكاج مني انتبغو تحطوه في هاد الجليجات ماشي الفضالات بيانهم تبقى فوق هاد هاد عزكم الله مدقاش فوق هاد الجليج هادا يكونوا فراغات يعني تكون جليجة هنا جليجة هنا جليجة هنا ويكونوا فراغات باش إلا كان شي فزق ديالهم عزكم الله والفضالات ممكن انها تطيح مبين هاد هاد الجليجات هاد هاد اذا هاد الجليجة غادي تشدوها وتحطوها في وسط الكاج مثلما مثلما هاد يبدو يستكشفو فيها بالاول ومن بعد غادي تلاحظو انهم كيطلعوا فوق منها وكتعجبهم البرودة ديالهم هاو كيتحسس فيها برجلية هاو وطلع فوق منه لابا هاد هاد البرودة اللي كينا فيها جليجة هاد الارنب كيبقى يعني كتعجبوها ذاك البرودة وكيتعطيه واحد واحد شوية ديال يعني الحرارة الباردة يعني واحد اذا كان الارنب ديالك مغلوب مغلوب ممكن انه يطلع فوق هاد الجليجة ويتجبد فوق منها ويبقى تماغي واحد خمسة بقايق بحرن نقوله الشكل ديال الكمادات يعني المريض منك يكون شو واحد مريض اللي يحفظ اشنو كيديرك وهاد الشراء كينصحبيته الطبيب كيقولك دير الكمادات على الجابين ديالك هاد الطريقة هادي بمثابة الكمادات يعني كيتلع فوق منها ورغم كيرتاحوا يعني كيلقوا بليرا كينة وحد البرودة كتطلع معاهم ولكن الخاصية اللي كينة في هاد الجليجة انه النهار كامل هاد البرودة كتبقى فيها هادي هي دبا اللي اكتشفت انا الطريقة انا خدمتها في هاد الجليج هذا يعني مني كان بغوا نديره يعني مني كان بغوا نركبوه في الحيط او في الارضية كان بيتوه في الماء يعني كيشرب الماء بزيان وعاد كتخدم به مني انه بديتك نحط يديع دياليه أنا إخطي يبقى كيكو الحرارة بزاف كل طريقة انا هادك جليج شد هادك البرودة كنت ما جتني الفكرة اني غدين نخدم هال الأرهنف ديالي ورانبي ه dumاشيخ clipping ث hour جولج وبلاتار there راسينين ونخدم في هالطريقة هاد واني اي حاجة كان بغي كم أربيطها في المشروع ديالي كم بغيين كنبغين وصلها لكمتكا فكرة هاد فكرة ر delight بسيطة بصيفة ديرهم ممكنها بتجليج هذا انكم مشي غادي تشريوها او غادي يكون عندكم غيف استحمة غلان الناس اللي دارو شي 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 ضار ولا بنو شي ضار وقالهم واحد طروفة دير الجليج هادك طروفة دير الجليج ممكن انهم يستغلو هاد الفكرة هادي ورا فكرة ناجحة مئة بالمئة راكا تنزلهم درجة حرارة على الاقل واحد جوش درجات ولا تسات درجات الجسم ديره احنا يدرنا التربية دي الانانب والخينا الحل اننا ندوز هاد الفترة ديال هاد الموجة ديال الحر لما لا يعني فكرة بسيطة وكما قلت بسيطة ديرهم يعني ممكن انكم تديروا هاد الفكرة هادي والماء دي ما يكون عندهم الماء ما يخطيهمش الماء وان شاء الله هاد الفترة هادية غادي ندوزوها ويعني ممكن ان هاد 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 طريقة هاد ديرها سل الأمه هاس يعني الحوامل ممكن ديرهم هاد طريقة هاد ديرها اه كاتخة اذا الحلقة ديالنا هي هاده كنظن اني وصلتكم فكرة عاودوا الفيديو وفهموه زيان اش اه اش اه اش انا بغيت نقول من هاد يعني المغزى من هاد الفكرة اه نازل ما شاركوش معنا يشاركم معنا بقناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم ما تنسوناش بجرجان واسكيو على زر الجرس كي يصلكم بجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة